اشتركوا في القناة ولكن مهمة جدا على هاتفك تستطيع تحميلها من الرابط الذي يكون أسفل هذا الفيديو سوف يأخذك إلى مدونتنا أيضا أسفل فيديو على مدونتنا تقوم بتحميل أي تطبيق موجود في هذا الحلقة أو في جميع حلقات مدونة مستر نورو للمعلومات أولا لكي لا نطيل في الشرحة نبدأ على باركات الله أول تطبيق الذي سوف أتحدث عليه هو كيفية رسم أو وشم على يدك أو على جسمك بواسطة هاتفك الأندرويد تختار شكل من أشكال التي تكون موجودة بكثرة على هذا التطبيق وبعدها سوف تضع ثلاثة خطوط على المكان الذي تريد أن تضع في ذلك الوشم بعدها مباشرة سوف تظهر معك تلك الرسمة التي تريدها في هذا الشرح مباشرة سوف نمر لأشرح لتفهم الطريقة أولا تضغط على هينجر هنا بعدها تختار الشكل الذي تريده أن يكون على يدك مثلا توجد أوشام بالألوان وتوجد أشكال أخرى يعني تكون باللون الأسود كما تلاحظ معي لو نجرب هذا النصر هكذا نضغط على تري لتجربته الآن ماذا تحتاج تحتاج إلى سيالة تقوم يعني تظهر فقط لنجرب بوضع ثلاثة خطوط على يدك مثلا هكذا وهكذا وهكذا بهذا الشكل الذي تريده بعدها مباشرة تقوم برفع مراتفك ووضعه على الخط الموجود كما تلاحظ معي انظر معي أصبح أن يظهر معك الوشم تضغط على تصوير بعدها مباشرة يصبح الوشم ظاهر بوضع فلترات إذا أردت تغيير صورة إلى فلترات مثلا هكذا بعدها مباشرة تضغط على السيف ليقوم بحفظ تلك الصورة على جهازك كما تلاحظ تختار الأشكال التي تريدها كما أخبرتك وبعدها تضع ذلك الوشم بوضع ثلاثة خطوط كما تلاحظ معي هنا واختيار الشكل الذي يعني يناسب هذهك بعدها مباشرة تقوم برسمه وتصويره إذا أردت يعني وضعه في مكان آخر مثلا على صدرك أو على رقابتك عادي جدا نفس الطريقة مباشرة سوف تحصل على هذا الوشم هذا بالنسبة للتطبيق الأول التطبيق الثاني اسمه بيموفي بالنسبة إلى هذا التطبيق تستطيع مشاهدة فيديوهات كثيرة تكون هذه الفيديوهات سواء باللغة الأجنبية أو يعني أفلام موجودة على يعني بوكس أوفيس ما زالت جديدة سوف تظهر معك هنا كما تلاحظ إذا أردت الضغط على هذا الخيار لماذا؟ لاختيار أفلام تيفي سيلي يعني سلسلات من الأفلام أفلام هندية أمريكا أكشن أدفنتر تريلر كوميدي بعدها تختار الفيلم الذي تريده مثلا نختار هذا الفيلم Happy Death Day تضغط عليه هنا تنتظر فقط يا ربي يعني خمسة ثواني بالكثير بعدها تضغط على Skype Ads سوف يبدأ الفيلم يعني لا نريد أن نقوم بإطلاقه على الهاتف سوف يبدأ بالفيلم مباشرة تشاهده على هاتفك إذا أردت تحميله أيضا تستطيع تحميله سوف أريك عفوا تستطيع تحميله بالضغط على دولند تختار هذا الخيار الذي مكتوب هنا يعني Party Ads 2 و 3 تضغط عليه تقوم بتحميل الفيلم عادي جدا هذا بالنسبة لل يعني التطبيق الثاني الذي تحدثنا عليه التطبيق الثالث اسمه Y Music تطبيق رائع سوف تحتاجه كثيرا على هاتفك حيث بهذا التطبيق تستطيع تحميل أي فيديو من اليوتيوب أو فيديوهات موجودة على هذا التطبيق بصيغة MP3 يعني مباشرة تكتب أي فيديو تريد استعماله هنا مثلا سوف نجرب Dispacito هكذا بعد الضغط عليها تأتي إلى الثلاثة نقاط الموجودة على الجنب هنا كما لاحظت معي أريك طريقة أخرى لتعرف هم الطريقة تضغط عليها بعدها عفوا تختار يوجد Save Audio Save Audio MP3 Save Video إذا أردت أيضا تحميل فيديوهات أيضا تستطيع بضغط على Save Video يقوم بتحميلها Open In YouTube إذا أردت ذهب إلى اليوتيوب Save Audio MP3 تضغط عليها سوف يبدأ مباشرة بتحميلها بعدها مباشرة تذهب أنت يعني إلى الخيار هذا سوف تجد أنه قمت بتحميل تلك الفيديوهات أو سوف تجدها دولة The Manager History تجدها موجودة على الهيستوري الخاص بك سوف تجد جميع 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 الفيديوهات التي قمت بتحميلها سواء بصيغة MP3 أو بصيغة Video MP4 عادي جدا هذا بنسبة للتطبيق الثالث التطبيق الأخير الذي سوف نتحدث عليه هو خاص بتغيير الخلفية الخاصة بهاتفك ولكن بطريقة حادثة سوف تلاحظ معي هذه مثلا الخلفية الموجودة معي سوف أقوم بتضليلها Blur والPaper يعني اسمه Blur لتخفيف يعني تضليلها وإذا أردت يعني الزيادة في الضوء عليها هكذا أو تقليل الضوء عليها بعدها مباشرة كما تلاحظ معي تختار الأشكال التي تريدها مثلا نتركها هكذا أو نقوم بخفضها هكذا بعدها تضغط عليها هنا سوف تصبح يعني رمادية أو يعني مضببة على هاتفك حتى ترى يعني الكتابة التي تكون على التطبيقات أو ما شبه ذلك أردت أن أطرح عليكم هذه أربع تطبيقات في هذا الأسبوع أتمنى منكم يعني تجربتها إنها تعجبك لا تنسى الضغط على زر اللايك بالفيديو ولو كانت لك هذه أول مشاهدة لا تنسى الضغط على زر اشتراك لمشاهدة جميع فيديوهاتنا الجديدة لا أطل عليكم أكثر من هذا أستودعكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته